مشكلة كبيرة عند علماء الشيعة ليس في هذا الموضوع فقط وإنما في كل ما كتبوا صحيح أن الشيعة حينما يتحدثون عن علمائهم إنني أتحدث عن الشيعة الطوسيين إنهم أتباعوا المذهب الطوسي فما هو معروف في واقعنا من أننا شيعة في الحقيقة إننا شيعة على المذهب الطوسي ولسنا شيعة وفقا لدين العترة الطاهرة هناك فارق كبير بين المذهب الطوسي وبين دين العترة الطاهرة وهذا الكلام فصلت فيه كثيرا هذا البرنامج يكشف هذه الحقيقة بنحو جلي وواضح على أي حال مشكلة علماء الشيعة هي هي مشكلة أتباعهم عدم الوضوح علماء الشيعة لا يمتلكون رؤية واضحة ولذا حينما يتناولون أي موضوع أي موضوع يخبطون فيه خبطا المكتبة الشيعية موجودة وكثير وكثير من الموضوعات ومن الأبحاث عرضتها عبر هذه الشاشة وكلها تشير إلى هذه الحقيقة من أن علماء الشيعة الطوسيين لا يمتلكون رؤية واضحة هم في حالة تخبط وأكثرهم لا يعرفون من أنهم على المذهب الطوسي فلقد كذب عليهم الذين سبقوهم ضحكوا عليهم قرون وأجيال البعض يضحك على البعض الآخر لكن النتيجة ليس هناك من علاقة مع دين العترة الطاهرة كل الذي بيد الشيعة ارتباط مباشر مع المذهب الطوسي العباسي البتري اللعين وهم يسمونه بمذهب أهل البيت يسمونه بالمذهب الجعفري هذا الموضوع الذي بين أيدينا هو جزء من هذا التخبط العقائدي الذي كان ولا زال وسيبقى لأن المذهب الطوسي مذهب متخبط مذهب تخليطي والنتائج بين أيدينا النتائج بين أيدينا فحينما يصرون على أن علماء الشيعة هم الذين حفظوا التشيع عن أي تشيع يتحدثون إذا كان الكلام عن التشيع الطوسي فهذا صحيح لكن إذا كان الكلام عن التشيع لإمام زماننا الحجة بن الحسن فإن الكلام ينافي الحقيقة بدرجة مئة بالمئة ما هو مسطر في المكتبة الشيعية لا يمثل من دين العترة حتى بدرجة واحد بالمئة كل الذي سطر يخالف دين العترة الطاهرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة أنا لا أتصور أن الطوسيين خصوصا الأتباع سيستطيعون أن يفهموا هذه الحقيقة لكنني أؤدي تكليف الشرع وأخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة ولا يعبؤون بأي شيء إنهم يريدون الوصول إليها وإلا فأصحاب المصالح أتحدث عن أصحاب العمائم الذين ربهم بطونهم وفروجهم هؤلاء حتى لو عرفوا الحقيقة لا يبالون بذلك لأن عبادتهم لبطونهم وفروجهم ولمصالحهم الشخصية الذين في أعلى الهرم أتحدث عن المراجع الطوسيين أولئك ربهم الرئاسة فهم عباد للرئاسة يتعبدون في محراب الرئاسة ويضحكون على الشيعة بأن المرجعية جاءتهم هكذا بلطف من صاحب الزمان ومن أن صاحب الزمان قد اختارهم إذن لماذا يتهارشون فيما بينهم كما تتهارش الكلاب على الجيف لماذا يتهارشون على المرجعية هكذا فالأن صاحب الزمان هو الذي أراد منهم أن يتهارش على الرئاسة الدينية على المرجعية أن يتهارش كما تتهارش الكلاب على الجيف هذا هو الواقع الذي جرى في الماضي ولا زال يجري في أيامنا هذه وسيبقى مستمرا في قادم الأيام لأن الواقع الشيعية السيئة يتحرك إلى الأسوأ ولا يوجد بصيص أمل في أن الواقع الشيعية سيتحرك بالاتجاه الأحسن مدام أولئك الشياطين الذين يقال لهم أياهت الشيطان العظمى مدام هؤلاء الشياطين على رأس الهرم فإن الشيعة لن ترى خيرا أبدا إنني أتحدث عن الشيعة الطوسيين لن يروا خيرا أبدا لن يصلوا إلى دين العترة الطاهرة سيبقون سيبقون دخيين وحميرا بشريين لحمير الشيطان للذين يقال لهم المراجع فحمير الشيطان يركبون على ظهور الحمير البشر هذه الصورة النهائية التي تلخص الواقع الشيعي موضوعنا المهديون الاثنى عشر مشكلة واضحة في ما يقوله علماء الشيعة فيما سطروه في كتبهم وجئتكم بأمثلة إنني ما جئت بكل الكلام وإنما جئت بأهمه فالباقون الذين ما تطرقت إليهم لا يخرجون في آرائهم وأقوالهم عن الأقوال التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية هناك مشكلة في أذهان هؤلاء العلماء حينما يتحدثون عن المهديين الاثنى عشر وكأنهم يمثلون خرقا لمنظومتنا العقائدية فحينما نتحدث عن مهديين اثنى عشر كأننا نحطم سلسلة الأئمة الاثنى عشر وهذا الموضوع لا علاقة له بسلسلة الأئمة الاثنى عشر إنما ينقدح هذا في أذهانهم لعدم معرفتهم بأئمتهم لو كانوا يعرفون إمام زمانهم لو كانوا يعرفون إمامة محمد وأهل محمد لما تطرق هذا المعنى إلى أذهانهم المهديون الاثنى عشر أئمة لكنهم أئمة فرعيون هذه إمامة فرعية هذه إمامة تكون منصوبة من قبل الأئمة الاثنى عشر أئمتنا المعصومون في السلسلة الأم للأئمة إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر محمد علي فاطمة هؤلاء أئمة الأئمة وبعد ذلك الأئمة من بعد فاطمة من المجتبى إلى القائم هذه سلسلة الإمامة الأم إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر سلسلة الأئمة الاثنى عشر إنها سلسلة الأئمة الأوصياء تبدأ بأمير المؤمنين وتنتهي بقائم آل محمد مثل ما هناك سلسلة الأئمة 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 أصحاب الكساء محمد علي فاطمة الحسن الحسين مثل ما هناك سلسلة الأئمة الأئمة وإحوزه وإشاراته وهذا الكلام تحدثت عنه في العديد من برامجي السابقة لو كان العلماء الطوسيون يعرفون إمام زمانهم يعرفون إمامة محمد وأهل محمد لما حدث عندهم هذا الإشكال فإن المهديين الاثنى عشر إذا أردنا أن نقيس إمامتهم بإمامة محمد وأهل محمد لا قيمة لإمامتهم لا قيمة لهم أساسا فلا يمثلون خرقا لمنظومة الإمامة هؤلاء أئمة إلا أن إمامتهم إمامة فرعية لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين إمامة محمد وآل محمد عيسى المسيح معصوم نبي رسول من أولي العزم صاحب شريعة وديانة وديانته ناسخة للديانة الموسوية وهو صاحب كتاب ولكنه في جنب قائم أهل محمد جندي من جنوده وتابع من تابعيه وشيعي من شيعته هذا الأمر يجري على المهديين الاثني عشر هؤلاء مهديون معصومون بحسبهم لا توجد عصمة مطلقة إلا لمحمد وآل محمد عصمة المهديين كعصمة الأنبياء عصمة سلوكية لأن علمهم محدود العلم المطلق عند محمد وآل محمد فقط ومن هنا فإن عصمتهم عصمة مطلقة نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عصمتهم عصمة الله علمهم علم مطلق الأنبياء علمهم مجزوء المهديون الاثنى عشر علمهم مجزوء هكذا ورد في كلمات الأئمة بأنهم قوم من شيعتنا فلا يوجد خرق داخ فيه علماه الشيعة ومراجع الشيعة فمنهم من أنكر الأحاديث ومنهم من حار في فهمها ومنهم من تغافل عنها وما تحدث عنها لأنه قد وقع في حيص بيس من أمره والذين تحدثوا والذين كتبوا والذين نظروا وقعوا في خبط وخبط عجيب المشكلة عندهم هنا يجدون في إمامة المهديين الاثنى عشر مشكلة في أن الإمامة هذه ستخرق منظومة الإمامة لأئمتنا الاثنى عشر وهذا كلام سخيف إمامة محمد وآل محمد شيء وإمامة غيرهم شيء آخر ولا قيمة لإمامة غيرهم من الأئمة إذا عردنا أن نقايس إمامتهم بإمامة محمد وأهل محمد فهؤلاء أئمة فرعيون إمامتهم فرعية هم منصوبون من قبل أئمتنا الأصل صلوات الله عليه المشكلة الأخرى لا يملكون فهما للرجعة لماذا لأنهم لا يفقهون القرآن أتحدث عن مراجع الشيعة الكبار وأتحدث عن مفسري الشيعة الكبار لا يفقهون القرآن يسطرون التفاسير وتفاسيرهم خبط في خبط وحتى الذين ألفوا رسائل الدكتورة حول تلك التفاسير إنها رسائل دكتورة هي الأخرى خبط في خبط لكن الشيعة يضحك بعضهم على بعض ويضحكون على أنفسهم من أنهم قد بلغوا إلى السماء قد بلغوا إلى العرش يضحكون على أنفسهم إلا أن الواقع إذا أردنا أن نتحققه فإنه لا يوجد شيء عند علماء الشيعة أبدا ما عندهم بخصوص المذهب الطوسي عندهم أطنان وركام من الجهالة والسفاهة والتفاهة التي لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقيسها إلى معارف دين العترة الطاهرة وقد ضربت الكثير من الأمثلة في هذا الاتجاه وهذا السياق هناك مئات ومئات ومئات من ساعات تبث عبر هذه الشاشة وهي تتوفر على الشبكة العنكبوتية تثبت هذا الواقع وتكشف عن هذه الحقائق بالأدلة الواضحة وبالبراهين الساطعة المشكلة الكبيرة في أنهم لا يفقهون القرآن ولذا فإن هذا ينعكس على استنباطهم للعقائد وعلى استنباطهم للفتاوى والأحكام وعلى كل شيء يرتبط بمعارف الدين وثقافة الدين هم لا يفقهون معنى الرجعة ويخلطون بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى ولا يميزون بين أيام الله لا يفقهون هذه المنظومة لأنهم أسسوا عقيدتهم في المعاد وفقا للأشاعرة والمعتزلة فجعلوا المعادة في يوم القيامة الكبرى وبحسب مذاق الأشاعرة والمعتزلة عبر علم الكلام هذا الذي هو ركام من الجهالات والسخافات لا هو بعلم ولا هم يعزنون لكنه صار علما مثلما صار علم الرجال علما مثلما صار علم أصول الفقه علما وهذه لا هي علوم ولا هم يعزنون هذه سفاهات وتفاهات وسخافات لا يميزون بين الرجعة الصغرى التي هي من شؤوني ومختصاتي اليوم الأول من أيام الله الذي هو يوم القائم الرجعة الصغرى تختلف اختلافا كبيرا عن الرجعة الكبرى لأن الرجعة الكبرى عالم آخر عالم آخر عالم آخر لا أتحدث عن عالم يكون خارجا عن عالم الطبيعة إنه عالم ترابي عالم أرضي لكنه يختلف عن اليوم الأول مثلما اليوم الأول الذي هو يوم القائم والذي يمثل دولة حق يختلف اختلافا كاملا عن دولة الباطل التي استمرت منذ نزول إبليس إلى الأرض مع أبينا آدم إلى يوم ظهور القائم تلك هي دولة إبليس تلك هي أيام إبليس ذلك هو يوم إبليس وقت إبليس وقت الله يبدأ من يوم الظهور فإن يوم القائم سيختلف اختلافا كبيرا عن جولة الباطل عن دولة إبليس وهذا البرنامج بيّن هذه الحقيقة من خلال معارف الكتاب والعترة الطاهرة الرجعة الرجعة الصغرى من شؤون هذا اليوم من شؤون اليوم الأول الرجعة الكبرى تختلف عنها اختلافا كبيرا هم يشتبهون في عنوان الرجعة صحيح أن الرجعة في عنوانها الأول هو أن أمواتا يعودون إلى الحياة من هذه الجهة يتفق عنوان الرجعة الصغرى مع عنوان الرجعة الكبرى لكن بقية التفاصيل فإنها ستختلف اختلافا كبيرا يخبطون في موضوع الرجعة فلا يميزون بين رجعة صغرى هي من شؤون اليوم الأول من أيام الله وبين الرجعة الكبرى التي هي اليوم الثاني وذلك عالم أخر وشأن آخر وشأن آخر اليوم الثاني يختلف اختلافا كاملا عن اليوم الأول مثلما اليوم الثالث يوم القيامة الكبرى سيختلف اختلافا كاملا عن اليوم عن اليوم الثاني هناك التقاء بين اليوم الثاني واليوم الثالث من أن أمواتا سيحشرون وهناك مجازات في اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثالث لكن التفاصيل تختلف اختلافا هائلا أيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى تختلف فيما بينها اختلافا هائلا من الجهة التكوينية من الجهة التكوينية تختلف اختلافا هائلا وحتى من الجهة التشريعية تختلف اختلافا هائلا مجريات الأمور لن تكون متشابهة مثلما يختلف يوم القائم مع جولة الباطل مع دولة ابليس ستختلف الرجعة الكبرى اختلافا هائلا مع اليوم الأول مع يوم القائم ولذا فان القائم سيكون راجعا ايضا في مرحلة الرجعة الكبرى واذا وصلنا الى يوم القيامة الكبرى فان الاختلاف سيكون عظيما جدا وهائلا جدا وشاسعا جدا بحيث تصبح الرجعة على عظمتها لا تعد بشيء الى يوم القيامة الكبرى مثلما اذا اردنا النقيس يوم القائم بالقياس الى الرجعة الكبرى فانه لا يعد بشيء بالنسبة ليوم الرجعة الكبرى يوم القائم سيكون مقدمة للرجعة الكبرى والرجعة الكبرى ستكون مقدمة ليوم القيامة الكبرى الخبط والخلط بين هذه الحقائق التي هي واضحة جدا في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم هذه الحقائق واضحة جدا في الادعية والزيارات الشريفة والاحاديث تحدثت في هذا الموضوع وفصلت كثيرا لكن القوم اتحدث عن علماء الشيعة لا يملكون لا يملكون وعيا ولا فهما في دين العترة الطاهرة لذلك خبطوا خبطا عجيبا وخلطوا خلطا غريبا في كتبهم في أحاديثهم في دروسهم في أجوبتهم يمكنكم أن تشخصوا هذه الحقيقة من خلال المقارنة بين هذه الرؤية الواضحة المبينة في هذا البرنامج أو في سائر البرامج الأخرى هناك رؤية واضحة في برامج قناة القمر تستطيعون أن تتلمسوها بأنفسكم الأمر راجع إليكم ودائما أقول دائما أقول من أن الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح لا تتابعوها إلا إذا أردتم متابعتها للإطلاع على ما تقول لا تأخذوا منها شيئا الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح لا تأخذوا منها شيئا العالم الذي يقال له عالم لا يمنحكم الوضوح لا تأخذوا منه شيئا لو كان يمتلك الوضوح لا أعطاكم لأن فاقد الشيء لا يعطيه الكتاب الذي لا يمنحكم الوضوح لا تأخذوا منه شيئا أطلبوا الوضوح دائما لأنكم لن تصلوا إلى الحقيقة ما لم تمتلك الوضوح ودائما أقول لكم لا تتبعوني لا تصدقوني وإنما اجعلوني وسيلة ناقلة اجعلوني عاملا مساعدا لكم أنتم تفحصوا الأمور بأنفسكم احترموا عقولكم واعتمدوا على عقولكم في الوصول إلى رؤية واضحة منهج العترة الطاهرة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هو هذا المنهج الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يمنحكم الوضوح في دينكم ولن تجدوا منهجا أخر يكون قادرا على هذا الأمر هذه الحقيقة لا يستطيع مراجع النجف وكربلاء أن يدركوها أن يدركوها يتصورون أن بإمكانهم أن يصلوا إلى الحقيقة من خلال رجوعهم بأنفسهم لوحدهم إلى القرآن وإلى بعض القرآن أو أنهم بإمكانهم أن يدركوا الحقيقة من خلال رجوعهم بأنفسهم إلى بعض حديث أهل البيت من دون أن يشخص منهج العترة في ذلك لن يصلوا إلى الحقيقة بل سيزدادون بعدا عن الحقيقة وسيبتعدون عنها ابتعادا كبيرا مثل ما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فهم ذهبوا بعيدا ذهبوا بعيدا عن المنهج الصحيح مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة أنتم ذهبتم بعيدا يا مراجع الشيعة وماذا فعلوا ونبذوا العهد إنه عهد الإمامة والولاية ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مشكلتهم هنا نحن نحن حين نفرق بين الكتاب والعترة لثانية واحدة لثانية واحدة فإننا سنحول الكتاب إلى كتاب ضلال لثانية واحدة وإذا فرقنا بين الكتاب والعترة لساعة واحدة فإننا نحول الكتاب إلى كتاب ضلال لساعة واحدة نبينا الأعظم أمرنا أن لا نفرق بين الكتاب والعترة لثانية بل لما هو أقل من الثانية قال لنا ما إن تمسكتم بهما في زمان واحد وفي مكان واحد وفي موقف واحد وبنفس القوة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا هذا يعني إذا فرقنا فيما بينهما فإننا نحول الكتاب إلى كتاب ضلال العترة لا يمكن أن تتحول إلى عترة ضلال إذا تمسكنا بالعترة تمسكا حقيقيا فإننا لا نحتاج إلى التمسك بالكتاب لكنني أتحدث عن مضمون الحديث العترة لا تحتاج الكتاب لأن الكتاب جزء منها جزء من شؤونها الكتاب هو الذي يحتاج العترة هناك كتاب يحتاج إلى تفسير المفسر العترة الطاهرة المفسر سيكون عنده الكتاب وإلا كيف سيكون عنده التفسير لأنه أساسا يمتلك الكتاب لأن الكتاب جزء منه فالعترة لا تحتاج الكتاب لأن الكتاب جزء منها أما الكتاب هو الذي يحتاج العترة مشكلة الأمة عند السنة وعند الشيعة يجعلون عنوان دينهم الكتاب ولا يجعلون عنوان دينهم العترة يذهبون إلى الكتاب الذي يحتاج إلى مفسر ويتركون المفسر يتركون المفسر الذي عنده الكتاب وعنده التفسير وهو لا يحتاج إلى الكتاب الكتاب يحتاجه السنة على المنهج العمري صريحا يقولون هذا هو الكتاب ونحن نتعامل معه مباشرة وألغوا دور العترة جملة وتفصيل الشيعة يقولون نحن مع العترة باللسان فقط عمليا حالهم حال السنة تفاسيرهم هي التي تشهد بذلك التفاسير في كتب التفسير والتفاسير في المؤسسات القرآنية كما يسمونها والتفاسير على المنابر والتفاسير في البرامج التلفزيونية وهكذا فحينما نفرق بين الكتاب والعترة لثانية واحدة إننا حولنا الكتاب إلى كتاب ضلال لثانية واحدة فما بالكم فما بالكم والأمة فرقت بين الكتاب والعترة منذ منذ استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر صفر في السنة الحادية بعد العاشرة للهجرة منذ ذلك التأريخ وإلى هذا الوقت ونحن الآن في أواخر شهر شوال من سنة الف واربعمية وخمسة واربعين هذه المدة كلها فإن الأمة تتعامل مع كتاب هو في الحقيقة كتاب ضلال لأنه قد انفصل عن مفسره بالنسبة للشيعة في زمان الأمة صلوات الله عليهم إلى نهاية الغيبة الأولى إلى سنة 329 الذين كانوا منهم من الذين يقولون نحن شيعة الذين كانوا منهم على دين العترة الطاهرة فإنهم كانوا في مأمن من هذا الأمر لوجود الأئمة ولأن الأئمة يتواصلون معهم وهم يتواصلون مع الأئمة حتى في زمان الغيبة الأولى لكن مشكلة الشيعة بدأت بعد أن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية حيث تفرد علماء الشيعة بالشيعة وعبثوا بأنفسهم وعبثوا بالشيعة منذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة وسيقولون لي من أن علماء الشيعة هم الذين حفظوا التشيع حفظوا التشيع الضال ودمروا التشيع الصحيح صحيح أن علماء الشيعة قتلوا 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 في سبيل التشيع الضال الدماء سفكت للمحافظة على هذا التشيع على تشيع الضلال وإلا لماذا يختلف هذا التشيع عن حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم صلى الله عليه لماذا يختلف هذا التشيع عن حقائق ومضامين المعارف في أدعية وزيارات العترة الطاهرة لماذا يختلف هذا التشيع عن الذي جاء في أحاديث وروايات وكلمات المعصومين التي يجب أن تفهم بحسب منهج المعصومين أنفسهم لا بحسب منهج الطوسيين هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر